السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله سنرتعي في ضلال القرآن وسنحاول بإذن الله أن نفسر أعظم صورة في القرآن وهي صورة الفاتحة قبل كل شيء صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ونقرأ هذه الصورة أولا وهي تتكون من سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذه هي صورة الفاتحة أول شيء يجب أن نعرفه أن صورة الفاتحة تتكون من سبع آيات وهي صورة مكية أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لها أسماء كثيرة فصورة الفاتحة أو السبع المتاني أو أم الكتاب هي أعظم صورة في القرآن الكريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وذلك لأنها افتتح بها المصحف في الكتابة ولأنها تفتتح بها في الصلاة في القراءة لصورة الفاتحة أسماء كثيرة كما قلت عدها الصيوط في كتاب الإتقان في علوم القرآن خمسة وعشرين اسماً بين ألقاب وصفات جرت على ألسنة القراء من عهد السلف الصالح منها القرآن العظيم صورة الحمد والوافية والكافية وآيات صورة الفاتحة كما قلت سابقاً سبع آيات باتفاق القراء والمفسرين أما عدد الكلمات فتسعة وعشرون كلمة أما عدد الحروف فمئة وتلاتة وأربعون حرفاً أما عدد الآيات عن المواضيع الخاصة بالنسبة للألوهية ثلاثة بالنسبة للدار الآخرة آية واحدة بالنسبة للعبادات آية واحدة بالنسبة للشريعة آية واحدة بالنسبة لطوائف الكفار آية واحدة والنبدأ الآن في تفسير هذه الصورة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم قوله بسم الله أي أبتدأ قولي بسم الله ليبتعد الشيطان وتنزل بركة الرحمن وإعانته لي في قولي وعملي بسم الله الله عالم على ذات الله جل جلاله ومعناه المألوه المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له لما اتصف به من صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى أما معنى الرحمن الرحيم فهدان إسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسع العظيمة التي شملت كل مخلوق واختص الله برحمته الكاملة أولياءه المتقين كما قال في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون هذا في صورة الأعراف 156 ومعنى الحمد لله رب العالمين الحمد هو وصف المحمود بالكمال المطلق على كل حال وقد روى ابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الدهبي وقال النووي بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته الصراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإن إصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال فنحن نحمد الله عز وجل لأنه أهل للحمد والشكر رب العالمين أي المربي للعالمين وكل ما سوى الله فهو عالم وتربيته تعالى لخلقه على نوعان عامة وخاصة فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا هذه هي العامة أما الخاصة فتربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه سبحانه وتعالى وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصم من كل شر ولعل هذا هو السر في كوني أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب رب العالمين مالك يوم الدين معناه يوم الدين هو يوم القيامة كما قال تعالى وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله في صورة الانفطار فيوم الدين هو يوم القيامة والمالك يعني المتصرف في كل شيء فله الأمر والنهي والعفو والمعاقبة وغير ذلك وخص ملكه بيوم القيامة لظهوره للخلق تمام الظهور واستسلام جميع المتجبرين في الدنيا الذين ادعوا لأنفسهم الربوبية بغير حق كفرعون وهامان وغيرهم فينادي الله قائلا يوم القيامة لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول الله عز وجل لله الواحد القهار مشهد عظيم وجليل يوم القيامة الملك لله وحده لا شريك له الملك لله وحده تخشع كل الأصوات الرحمن ويخشع الكل أمام الله عز وجل ولا يستطيع أي أحد أن يتكلم أو يتصرف أو يتفوه فالملك حين داك لله الواحد القهار هذا هو معنى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك يا الله بالعبادة والاستقامة فلا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك وذكره للاستعانة بعد العبادة إياك نعبد وإياك نستعين فذكر الله عز وجل الاستعانة بعد العبادة مع دخولهما فيها لاحتياج العبد في جميع عبادته إلى الاستعانة فالعبد دائما محتاج في عبادته كي يوفقه الله أن يستعين بالله عز وجل في ذلك فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتمنا بالنواهي ولذا قال النبي صلى الله وسلم وصيك يا معاد لا تدعن في ذبر كل صلاة أن تقول اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائين والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطنة والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع التقى به في تحصيل ذلك والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيل لسعادة الأبدية بالدنيا وفي الآخرة أما معنى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا ووفقنا يا رب إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الذي لعجاج فيه وتبتنا عليه حتى الممات فطلب المسلم للهداية معناه الزيادة منها والموت عليها والصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وتركوه أو غيروه وبدلوه كاليهود ولا أيضا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل وضلال مثل النصارى قال ابن كثير ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلاف يعني أن اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون اللهم لا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا من الضالين اللهم تبتنا على الصراط المستقيم ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ما ذكره العلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في شرحه لصورة الفاتحة أن بعض الناس إذا سمع مثل هذا يظن أنه مخصور عن اليهود والنصار فقط والصواب أنه يتناول كل من عمل عملهم وصار سيرتهم والمستحب لمن يقرأ صورة الفاتحة أن يقول بعدها آمين ففي صورة الفاتحة ليس هناك كلمة آمين ولكنها مستحبة أن تقال بعد انتهاء قراءة صورة الفاتحة ومعناها اللهم يا رب استجب فها نحن والحمد لله بفضل الله قد شرحنا صورة الفاتحة فيا أخي المسلم ويا أخت المسلمة لا يمكن لكم أن تصلوا بدون أن تفهموا معنى ما تقرؤون في صلواتكم فتعلمون أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ففاتحة الكتاب واجبة ومهمة في كل ركعة من ركعات صلاتنا الصلاة هي عماد الدين فعلينا أن نعرف معنى صورة الفاتحة إن هذه الصورة عظيمة جداً ومعناها عظيم جداً وقد قال الله عز وجل في حديته القدسي أنه قسم الصلاة بيننا وبينه في هذه الصورة اسمعوا إلى الحديث جيداً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعيد قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالنين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الله أكبر الله أكبر على هذا الحديث الجليل إن هذا هو فضل صورة الفاتحة لا أجد صورة أفضل من هذه الصورة صراحة فهي أم الكتاب وهي كل شيء إن هذه الصورة شفاء لكل الأمراض وشفاء لكل الأرواح إنها شفاء للروح والجسد وقد رقى الصحابة رضوان الله عليهم كثير من المرضى بهذه الفاتحة فهي فاتحة لكل خير خير مغلقة لكل شر فعلينا أن نركز على هذه الصورة وأن نعلم ثقلها ومعناها وقيمتها فهي عهد بيننا وبين الله عز وجل وهي الصورة التي لا يمكن لا يمكن أن نصلي بدونها فعلينا أن نفهم معناها أتمنى إن شاء الله أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن تتعلموا قراءة صورة الفاتحة ومعنى صورة الفاتحة وأن تقرؤوها في صلاتكم بكل تدبر وبكل خشوع وتتلددوا حلاوتها بمعرفة معانيها هذا هدفي يا ربي يا ربي يا ربي حقق رجائي يا ربي اجعلها خيرا لكل مسلم ومسلمة اجعل هذا الفيديو فاتحة خير لكل مسلم ومسلمة لا أريد لا جزاء ولا شكورا إلا رضى الله عز وجل فهذا أقسى ما أتمنى رضاك يا ربي خير لي من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاصيها ودانيها فليس للنفس آمان تحققها سوى رضاك فدا أقسى أمانيها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتي اشتركوا في القناة